نوها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بأفق الانفتاح الخليجي على دول أمريكا الجنوبية وأهمية استثماره في تدشين تعاون تنموي في مختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الصناعية وتبادل الخبرات في شتى المجالات مؤكدا سموه على دور القطاع الخاص لتعزيز العلاقات البينية بين مملكة البحرين وجمهورية كوبا ودعم التعاون الاقتصادي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بمدينة فيينا بسعادة السيد سلفادور باردو كروز وزير الصناعة بجمهورية كوبا في إطار مشاركة سموه في احتفالية اليونيدو بمرور خمسين عاما على تأسيسها حيث أعرب سموه عن تطلعه نحو تعاون مثمر مع كوبا الصديقة وتواصل اللقاءات لدعم جهود الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات البحرينية الكوبية وسبل دعمها وتنميتها وتطرق إلى تجربة مملكة البحرين في قطاع تمكين الشباب والمرأة وريادة الأعمال التي حظيت بتكريم منظمة اليونيدو والاحتفاء بها